الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أكد أنه تم توجيه المحفظات بالاستمرار في درجة الاستعداد القصوى طبعا في حالة أي موجة من موجات التقس السيء التي حذرت منها طبعا توقعات هيئة الأرصاد واللي هتستمر النهاردة كمان قبل ما يحصل تحسن في الأحوال الجوية إن شاء الله من بكرة كمان أكدت أنه غرفة العمليات الوزارة بأنها بتشتغل عمدار الساعة تواصل أيضا مع غرف العمليات في كل المحفظات وغرفة العمليات الرئيسية في مجلس الوزراء عشان متابعة طبعا أي أعمال لشفط المياه من الشوارع أول بأول والتنسيق مع الجهات المعنية والمحلية وأهمهم طبعا إدارات المرور شركات مياه الشرب الصرف الصحي وغيرها طبعا من الأجهزة اللي بتختم أيضا في حالة موجات الطقس الساية كمان تم توجيه المحفظين ورأساء الأحياء بالتواجد في الشوارع باستمرار استمرار